اشتركوا في القناة اللي بديوا يسمع برجه يروح يمشي لشريط هيك اللي هو الخط تاع الفيديو يدمو للاخر بيلاقي في اخر ثلث من الفيديو هاد اللي هي الابرج بيمشي فيه شوي هيك فبشوف البرج تاعه مكتوب اسمه عليه هيك بيقدر يروح يسمع برجه ويسمع طالعه احنا بنحكي عن البرج وعن الطالع واللي حاب يسمع معنا موضوع اليوم يظل معنا واللي بديوا يسمع توقعاته الشهرية بيلاقيهم في صندوق الوصف واللي بديوا يرسلي رسالة على الخاص باستشارة مجانية انا ما بتقاضى بفلوس ولا باخذ فلوس لا على العام ولا على الخاص واي شخص بيجي بقولك انا من طرف سعيد وانا باخذ فلوس او انا مدير مكتبه او انا مش عارف ايش انا لا عندي مدير مكتب ولا عندي وكيل ولا الا حسبنا الله ونعم الوكيل غيرها ما فيش وما فيش حدا بنوب عني وما فيش حدا بيحكي باسمي ولا رح يكون انا بس اللي بتعامل معاكو فعشان هيك لما بكون بطيء بالرد انا لا عندي ادمن ولا عندي مشرف ولا عندي مراقب ولا عندي متابع ولا عندي واحد بقرأ لي وبرسائلي وبيبلغني انا شو اللي مكتوب فيها وبقوله شو يرد عليها ما في ولا ايشي هو انا اللي برد عليك وأنا اللي بكتب لك وأنا اللي بجاوبك وأنا اللي بسجل وأنا اللي بمنتج وأنا اللي برفع لك الفيديو طبعا فما في أي واحد إلو علاقة في سعيد منع غيركوا أنتوا أنتوا اللي إلكوا علاقة فيه بس وانتهى الموضوع السؤال اللي اتوجه لي طبعا أنا من زمان بدي أحكي عنه لحالي يعني بس إجا الوقت إنه واحد وده لي خجلان إنه يكتبه وهو فعليا يعني هو سرده في موضوع يعني شوي بخجل إنه ينحكه لأنه في ناس رح تستهجن الموضوع هاد وفي ناس رح تضحك على الموضوع هاد في ناس رح تأيد الموضوع هاد ولكن أنا اخترت إنه أخذ الفقرة هاي بالذات من الموضوع هاد ونحي فيها هي موضوع كيف أنا أطرد الشياطين وأطرد الجن وأطرد الإنس وأطرد الطاقة وأطرد كل إشي حتى سكان البيت بالملح الخشن طبعا البحري المشبع باليود مش الملح اللي بينبع في الدكاكين لازم تروح تشتريه الخشن عشان أنت تطرد فيه كل هدول مع بعض فهذا موضوع اليوم وهذا اللي إحنا رح نحكي عنه طبعا لما بقولكو أنا إن حكالي أني أنا أحكي عبارة حط لايك وأن لايك وشير ومير وفير و والأشياء هاي والكبسات وكبسوا على هدول الأشياء أنه حدا حكالي إياها طبعا اليوم أنا بدأ أحكي لكم مين لأنه في ناس صارت تسأل مين هو اللي بقولك هذا الحكي يعني ليش مش أنت اللي بتحكيه اللي بحكي هذا الحكي هو بنتي مريم بنتي مريم بظلها تولي بشوف على اليوتيوب بظلوا يحكي العبارة هاي وانت ليش ما تحكيها وهدولة يعني بزيدوا اللايكات وبزيدوا الكومنتات وبتذكر الناس في هذا الموضوع وأنا ما بطلب هذا الإشي وعشانها أنا بحكي هذا الإشي فعشانها يعني إذا أنتوا حابين تكبسوا على اللي حكينا عنه فأنتوا كبسوا ما حبيتوا ما تكبسوا وصلى الله وبرك آخ يا بي آخ هذا الموضوع طيب هذا الموضوع رح نقصف في جبهات كثيرة للبين قال إيش؟ قال لما بكون في عندك جن في الدار أو بيبقي عندك شطان في الدار أو عندك سحر في الدار أو عندك حسد في الدار أو أنت محسود فعلاجك الوحيد إنه بتروح بتجيب شوية ملح خشن بحري وبتحله بشوية مي هيك وبتحطه بخاخ وبترش في الزوايا بتاعت الغرفة أو البيت وبتغسل العتبة وبتغسل البواب بتغسل الشبابيك أو بتكمش لك كمشة ملح هيك وبتزدها في الزوايا هيك فعطول إيش الجن شو بيش بعمل والشياطين بشوفوا الملح من هون ويا سيدي وفكيك كله بحمل ذيله بسنانه وبهرب كيف؟ هذا طبعا الحكي اللي نحكيه لي وهذا الحكي اللي وصلني وهذا الحكي اللي أنا سمعته في ذاني برضو طيب إحنا بدنا نحكي عن هالموضوع هذا ونشوف إنه يعني بالعقل وبالعلم شو اللي بصير طب هذا اللي شاف هذا الموضوع يعني يعني اللي شاف إنه الجن بهرب أو بدوب أو بنحرق أو مش عارف إيش كل القصص هاي يعني ما أجحكي هذا الإشي إلا إنه شاف بعينه يعني مستحيل إنه واحد حلم حلم شاف إنه حط ملح في الدار وشاف هيك في الحلم برضو إنه في جني وهذا الشيطان إجا ولما دعس على حفة الملح فوش ولع هيك ووشتت الدنيا في جياء كله يعني مستحيل فلابد إلا شاف طب هذا اللي شاف كيف شاف يعني إذا ربنا خلقنا إحنا ما منشوفهم يراك هو وقبيله من حيث لا تروهم هذه القاعدة الأساسية إنه كل البشر ما بتشوف هم اللي بيشوفونا فأنت بما أنك صرت القاعدة وصرت تختلف عن البشر وصرت أنت تشوفهم معناته أنت يا إما إنك مش من البشر يعني منهم يا من الجن يا من الشياطين وأنا برجح الشياطين يا إما أنت ملبوس أو ممسوس وفيك مشكلة فعشان هيك أنت تختلف عن طبيعة البشر العاديين فبما أنك أنت هيك وشفت هيك فيعني ما باخدش بكلامك لأنه أنت أساسا هيك تعتبر بغير عقلك مع احترامي لإلك يعني أنت مش واعي لأنه أنت غير متزن فكلامك مردود عليك هيك هي أول وحد إحنا أبطلناها طيب شو اللي أثبت للي ما بيشوف عاد أنه هذا الإشي بصير طيب ليش ملح وليش ملح بحري عشان مشبع باليود عندهم يعني هم الزيادة في إفراز الثايروكسين في الغد الدرقية فبدهم الشيود فأنت يوم بتحط اليود بتهيج الغد الدرقية عندهم فسلامتك كله بفكح برضو نفس الإشي برضو مش مقنعة بتركبش طيب يعني إيش يعني شو الملح بسوي بشفطهم بيطلع أشعة زي القنبلة النووية بحرجهم طيب ما هو أساسا تكوين الملح ما فيش فيه إشعاعي يعني إلا إذا انت بتجيب ملح نووي وهذا مش موجود مش حتى في ملح البحر طيب ما هو المي اللي إحنا منشربها هاي واللي منشطف فيها واللي منمسح فيها من مكوناتها في أملاح يعني في ملح فيها ما بيكفي؟ لا ما بيكفي طيب طيب ما هي صخور أساسا هذا والحجر والبلاط والحجارة هاي كلها فيها ملح برضو ما بتكفي؟ لا ما بزبط طيب شو اللي بزبط يعني بنعملهم مخلل إحنا يعني بنعصر عليهم لمونة وشوية خل وقرنين فلفل ومنحطهم في علب ومنسويهم ومخلل وخلاص طيب ما البيت مليان ملح في كل بيت فيه ملح وفيه خل وفيه مخلل وفيه محشي ومليان الشياطين برضو بتكون طيب خلينا نختصر بكفي هذا الحكي كله اللي إحنا حكيناه أعتقد أنه أنتوا هيك فهمتوا الصورة طبعا كل هذا الحكي عشان أنت تبتعد عن ذكر الله اللي هو أساسا بذهب الشياطين وبذهب الجن وبذهب أي إشي ضار فيك في البيت فأنت بدل ما تيجي تقرأ الرقية مثلا أو أنك أنت تقعد تحصن نفسك وتحصن بيتك وتقرأ من آيات الله أو تدعي لك دعاء هيك يحميك ويحمي أهل بيتك فأنت تكتفي بأنك بتروح بتجيب كمشة الملح وبترشها خلاص الملح هو بيقرأ عنك وبصلي عنك وبدعي عنك وبسوي لك كل إشي بيجي واحد بيقول لك لا ما احنا بنوخذ بالأسباب أي أسباب هاي ايه شو الأسباب اللي موجودة يعني طيب ما أولع نار أنا في البيت وأخلص يعني هيك راحوا يعني فهذا موضوع الملح كله على بعضه هذا موضوع غير صحيح وما إلو علاقة في كل القصص اللي نتجت عنه ولا إلو أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد في هذا الموضوع الموضوع هذا يا جماعة الخير شفنا إحنا في الأفلام اللي بيجبوها عن دراكولا إنه دراكولا هاي بتكهرب هيك ويحا وبصير يهرب هيك بولع نار إذا بيشوف الثومة أو فضة ومدهونة بثومة أو مية مقدسة برضو نفس الإشي بولع دراكولا فإحنا يعني كيف بدنا نسوي إشي زي دركولة فروحنا إحنا حكينا الملح يلا ما هو من الثومة والملح والمخلل والمي كله بسوي مخللات يعني عقولت العراقية بسوي طرشة بس بده شوية سكر آخ يا ربي فنصيحتي ما حدا يعمل هذا الإشي لأنه الشخص اللي حكالي صرف راتبه لمدة أكثر من ست شهور وهو بشتري شوالات بالملح هاي وبيغسل داره وباب داره والحوش اللي حوالين داره وحيطان دور الجران بالملح الخشن عشان يطرد الشياطين وكل ليلة بندرب وبعرف شي نام فمعناته هذا الموضوع مش صحيح فما تعلقوا في هذا الموضوع وبكرة إن شاء الله رح نحكي عن تفريغ الطاقة وشو علاقة الملح برضه في الموضوع ولو أنه موضوع ملوش يعني خلاصيك أنتوا فهمتوا أساسا أن هاي الأشياء كلها ملهاش علاقة بس بكرة بنا نحكي عن تفريغ الطاقة خلينا نروح لتوقعاتنا ونتوكل على الله طبعا اليوم إحنا رح نحكي عن توقعات يوم الثلاثاء أربعة اثنين القمر حكينا أنه موجود في الجوزاء في منزلة الهنعة المنزلة هاي ممتازة للمحبة والخير والقبول طيب تأثير القمر لما بيكون موجود في الجوزاء إحنا حكينا عنهم بارح بس اليوم نعيد برضو نحكي عنهم شوي في هاي الفترة مننشط في اتصالاتنا ومنشعر بعنصر الحركة بالعبدور ملحوظ في حياتنا اليومية بتقلب الناس من حوالينا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد بصعب تصديق كل وعد أو كلمة تقال علينا إنجاز اتصالاتنا الهمة من رسائل ومكالمات وغيرها ووسعنا كمان الانضمام إلى دورة دراسية أو تعليم لغة جديدة أو الانضمام العضوية لنادي بالنسبة للزوايا الفلكية أول زاوية رح تتشكل الساعة عشرة مساء بتوقيت جرينيش بعد الحلقة هي زاوية تزديس إيجابية بين الزهرة وزحل هاي الزاوية طبعا لسه غيرها كمان ثلاث أيام لها تأثير علينا هاي مناسبة للاستقرار في العلاقات العاطفية وبتضمن لك إخلاص محبوبك أيضا جيدة للمصالح العاطفية بين الأحباب المتخاصمين أما الزاوية التي تليها هي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر والشمس هاي الزاوية ممتازة جدا رح تكون الساعة أربعة وتسعة عشر دقيقة عصرا بتوقيت جرينيش نولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء نتجه لتغليب العقل ونصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا كمان بما أنه زاوية تثليث إيجابية فهي ممتازة جدا للتجميل قص الشعر، الأضافر، شراء أشياء للتجميل مرضو بتكون ممتازة بالنسبة إلى خلو المسار القادم رح يكون خلو المسار القادم يوم خمسة اثنين رح يكون في تمام الساعة ثنتين وتسعة عشر دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيش ورح يستمر للساعة سبعة ودقيقتين مساء بتوقيت جرينيش من نفس اليوم وبانتقل بعدها القمر للسرطان عمر القمر، القمر أحدب عمر 11 يوم وفي تمام الساعة عشر وواحد وعشرين دقيقة تقريبا الظهر بصير عمره 12 يوم نسبة الإضاءة تاعته 75% بالنسبة لمزاج الكواكب الشمس في الدلو حتى 19 اثنين المزاج ممتزج القمر في الجوزاء حتى 5 اثنين منتحس عطارد في الحوت حتى 17 اثنين وبعدها رح يتراجع مزاجه منتحس الزهرة في الحوت حتى 7 اثنين المزاج سعيد المريخ في القوس حتى 16 اثنين المزاج سعيد المشتري في الجدي حتى 14 اثنين المزاج سعيد زحل في الجدي حتى 11 اثنين المزاج سعيد اورانس في الثور حتى 15 ثماني المزاج سعيد ونبتن في الحوت حتى 23 ستة المزاج برضو سعيد وبلوتو في الجدي حتى 25 أربعة المزاج سعيد وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ابتنشطوا في الدراسة والسفر والاتصالات عندك قدرة على الإقناع فاوض بثقة وجراءة حاول الدفاع عن مواقفك وقضيتك لكن بدك تتجنب الكلام اللاذع ممكن انك ما ترتاح بسبب كثافة العمل فبنصحك انه انت تبكر لعملك وبرضو ما تعرض نفسك للإرهاق الزيادة هاي الفترة بتتميز انت بالفاعلية والنشاط والحركة وممكن خلال هذا النهار انك تسمع جواب بعجبك او خبر بسعدك اهم اشي برضو انه شوي مصاريفك في هاي الفترة ممكن تكون مرتفعة شوي حاول انك ما تبالغ بالمصاريف برج الثور اكثر اشي بشغلكو هو ضبط الميزانية او كيف ترتبوا ميزانيتكم بدكم تتجنبوا النفقات وتهتم اكثر لأوضاعك المالية ممكن انك تخد تجربة مهمة تمتحن موقعك او خبرتك اهم اشي انك ما تجازف باموالك او باستقرارك وخصوصا الاستقرار المالي يعني ما تكثر مصاريف طول بالك شوي هيك وهدي حتى تتوضح الامور بشكل جيد بالنسبة للك احذر من المنافقين واعرف كيف ترتب وضعك المالي بشكل منيح برج الجوزاء اليوم انتو عندكو قدرة عالية جدا على مواجهة مشاغلكم وانجاز الكثير من الاعمال الموكة للكو بتكثر عندك المشاريع وبتختلط الواجبات لدرجة انو انتي بتكون نشيط بكل الاتجاهات اهم اشي انك انت تكون جدي جدا بمواضيعك وفيه تنظيم امورك واهم اشي انك برضو تحدد الهدف اللي انت بدك اياه واولوياتك وباستطاعتك هذا النهار استعادة الموقع تاعك او المكاني تاعتك وانجاز الكثير من الاعمال برج السرطان يعني يوم زي ما حكينا لكم قبل اكم من يوم انو القمر بكون موجود في بيت متاعبكم وبدكوا تستعدوا للفترة هاي لانو هادول اليومين شوي راح يكونوا صعبين عليكم بنال منكم التعب ضعوا سلم الاولويات للاعمال الضرورية والعاجلة انتبهوا كثير لغذائكم وراحتكم القمر في مكانه هاد مش مناسب بسبب لكم شوي من الركود وتأخير في سير الامور بدكوا تديروا بالكم من التراجع الصحي والمعنوي وحاول انك تأخذ شوية راحات هيك من وقت لوقت بس اهم اش انك مش تغيب عن عملك وما تصير تختلق الاعذار ولا تتهرب من المسئوليات حاول انك تنجز اللي بتقدر عليه برج الاسد عندكو نشاط عارم خصوصا مع الاصدقاء نشاط اجتماعي وممكن تلتقوا الاصدقاء هاي فترة مناسبة لطلب استشارة او تأييد من شخص معين بدك ترضى بالنصيحة وتقبل فيها لانه انت بحاجتها اهم اش انك ما تبقى وحيد حاول انك تشارك في مختلف الورشات والنشاطات بتستعيد حماستك وحيويتك وبتتكيف بسهولة مع الظروف والاحداث اهم اش انك انت تشارك وما تبعد عن الاضواء بالفترة هاي لانه جايك يومين يعني لازم تستغلها قبل ما يوصل القمر للسرطان لانه بكون في بيت متعبك فانه رح يكون في يومين صعبين عليك برج العذراء حافظوا على سمعتكم وانجازاتكم القائمة في مجال العمل حاول انك تقدم افضل ما عندك عشان تحقق انجازات او تحرز تقدم ممكن يكون مفاجئ لا تهدد سمعتك بالخطر ممكن يكون عندك شوية قلق هيك بشأن لقاء او وضع احد افراد الاسرة هيك يكون شوي مضطرب هاي فترة مثمرة ومهمة جدا وبتكون سهلة واقل ارباك خصوصا اذا انت كنت جاهز لها الفترة نفسيا وجسديا برج الميزان اللي عنده امتحان او مقابله لازم يستعد بشكل جيد جدا هاي الفترة حافلة بالنشاطات ممكن تتلقى خبر من الخارج او من جهة غريبة حاول تسهيل الامور بشكل ميح ممكن تهتم بثقافة مختلفة او بلغة جديدة او يكون عندك اتصالات مع جهة خارجية اللي بيشجعك هذا كله على انه يكون عندك مكاسب كثير خلال هذا النهار وفي منكم ممكن ينضم يا لنادي او لجمعية برج العقرب برضو الامور المالية هي الشغل الشاغل للكم حاولوا انكم تدخلوا تعديل او التعديل المطلوب على اموركم المالية خصوصا المشتركة ولا تسمح لأحد بالتشكيك بقدراتك بس اهم اشي ما تكون جارح بالكلام فاوض بهدوء وبدبلوماسية كون حريص على حقوقك الاجواء رح تتحسن وممكن تحصل على فرصة مناسبة ولكن يعني بدك تدير بالك يعني ممكن انك تبرر اخطائك وممكن انك انت تقدر تمسح اخطاء انت اخطائت فيها في الفترة الماضية ولكن اذا عصبت بتنيل الامور بزيادة يعني بكون الامر صعب عليك برج القوس بتقدروا تعززوا شراكتكم سواء في العمل او في العاطفة هاي فترة شوي صعبة بتكثر خلالها وبتثقل الهموم والمسئوليات لان القمر موجود مقابلك مباشرة اهم اش انك ما تنفعل وحاول الاضاءة على الايجابيات لا بنفعك في هاي الفترة لا التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وعصاب باردة لا تتسرع في اتخاذ القرارات برج الجدي يعني الاعمال اللي بين ايديكو هي اللي انتو بتكو تظلوا مهتمين فيها وهي اللي انتو بتكو تحاولوا انكو انتو تنجزوها وبتكو تهتموا لصحتكو بس بتكو تديروا بالكو من اي تراجع صحي اذا حسيت انك انت تعبان او مريض لازم انك انت تراجع طبيب وما تسمح للواجبات انها تتراكم عليك حاول انك تكون منظم وتحسن ادارة الوقت وبدك تتجنب اثارة العدوات واهمال وضعك الصحي حاول انك تأخذ قسط من الراحة وحاول انك انت دائما تكون عند حسن الظن كما عهدناك برج الدلو يعني هذا يوم مميز جدا بالنسبة للك لا رح يتخلى عنك الحظ ولا العاطفة ولا المال هدولة الثلاثة عندك ثلاث فرص بتقدر تستغلهم وبتقدر تستغل واحد منهم وبتقدر تضيعهم الثلاث من ايدك بتكثر عندك التنقلات وزيارات والاتصالات وبتتحسن الاجواء نسبيا وبتصير الاجواء اكثر سهولة ممكن يكون في عندك اليوم لقاءات طارئة مع بعض الاخوة او الابناء ممكن يطلبوا منك مساعدة او دعم فانت ما تقصر معاهم ورح تكون الامور سهلة بالنسبة للك يعني هاي فترة ناجحة وبتطمنك بشكل ممتاز جدا برج الحوت يعني كل اهتمامك رح يكون مسألة شخصية ولكن اجمالا الوضع جيد جدا هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء